الموضوع للجازوال الروسي هذا نقشناه وجاوبناه على هذه الأسئلة التي ترتبط به فهذا ندوى الصحفية غير ممرة ليس هناك ما يمنع أن يتم استيراد هذه المادة لكن هناك صعوبات مرتبطة أساسا بالمواكبة البنكية التي يمكن أنها تواكب المستمرين في هذا المجال على الصعيد الوطني وعطينا أرقام حول الحجم في السنوات الماضية التي ينخفض حسب الجاذبية في هذا السوق فسيد رئيس الحكومة في البرلمان يوم الاثنين الماضي تطرق إلى هذا الموضوع من منطقة المسؤولية الحكومية الاعتبار أنه كلام كثير قيل في هذا الموضوع حول السعر في السوق الدولية والتضح والتضح بأنه هذه الأسعار كلها التي كانت تتكلم عليها البعض لا وجود لها في الواقع الحكومة هذا الموضوع هذا كتعتبره بحال وحال مختلف لمواضيع الأخرى المرتبطة بالاستيراد هذه المواد هذه لا يوجد منع أنه يتم استيرادها لكن خاصة المؤسسات أيضا البنكية تلقى يعني الإمكانيات وتلقى السهولة لكي تقدر تواكب هذا المستثمرين في هذا المجال والمعطيات المرتبطة بالأسعار أعتقد بأنها غير دقيقة ويجب إعادة النظر فيها والحكومة كانت سبقا لها تدخلات خاصة في الموضوع المرتبط بالفحم اللي كي تستعمل اللي كي تستعمل المكتب الوطني للكهرباء لاستيراده من هذه الأسواق وطبعا الهدف هو أنه نوفر هذه المواد هذه اللي كتدخل في الإنتاج للطاقة الكهربائية ببلادين اشتركوا في القناة